الراديو تسعين تسعين هواها مصري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد فقد مضى شهر رمضان المبارك بخيراته وبركاته ونفحاته الربانية التي نزلت على المؤمنين الصائمين القائمين الركع السجود وكان بحق مدرسة عظيمة تربينا فيها على المسامحة والأخلاق الحسنة وصلة الرحم والصدقة وقراءة القرآن والتوبة وصفاء القلوب والرفق بالناس والتجاوز عن هناتهم وغير ذلك الكثير مما وقر في القلوب من نفحات هذا الشهر الفضيل وبقي الاختبار الكبير الذي تتجسد فيه ومعه شخصية المسلم الرمضانية هل ستبقى كما كانت في رمضان؟ أو أنها ستقف فقط عند حدود هذا الشهر وسيعود المسلم إلى سابق عهده وتنفك الروابط الرمضانية الممسكة بأخلاق رمضان التي أفادها المسلمون هذا الشهر الفضيل لا ريب أن هذا اختبار شاق على النفس عالية الهمة يضعها أمام مسؤوليتها الحقيقية في مسيرة الحياة وقد قال الله سبحانه وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون والابتلاء بالطاعة داخل في دلالة هذه الآية الشريفة كما يقول الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في التحرير والتنوير فقد نقل عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قد قال في قوله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة قال نبتليكم بالشر والخير والفتنة تكون بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام والطاعة والمعصية والهدى والضلال ولا ريب أن الاختبار بالخير أشق على النفس على وجه الحقيقة من الاختبار بالشر فإن النفس تأخذ حذرها وتستعد بقواها العديدة لمواجهة الأزمات والشدائد لكنها تكون على غير ذلك عند اليسر والرخاء والحلال والطاعة فإنها أي الطاعة قد تورث عند بعض النفوس الارتكان إليها اعتمادا عليها مما يؤثر سلبا على المداومة على العبادات والأخلاق كما كانت قبل ذلك لهذا فالمداومة على الطاعة بعد رمضان كما كانت في هذا الشهر الفضيل هي الاختبار الحقيقي أمام المسلم ولهذا شاع كثيرا القول بأن رب رمضان هو رب شوال ورب سائر الشهور فعبادة الله سبحانه وتعالى لا تكون في رمضان فقط بل تكون فيه وفي غيره على نمط واحد من التناسق والتمام في كل الشهور ومع أن رمضان بروحانياته العالية التي تأخذ القلوب إلى ساحة الرضا وتتعب معها الأجساد يكون أكثر في العبادة إلا أن الاستمرار عليها والاستفادة من هذا الشهر الفضيل في غيره من الشهور هو عبادة أخرى لما يكون فيه حينئذ من مجاهدة للنفس والهوى وهما من أعظم العبادات بل جعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك من الجهاد الأكبر كما جاء في الحديث الشريف عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر هذا هو الاختبار الحقيقي للمسلم فيما بعد رمضان ولا بد أن يصحح مساره حتى يلقى ربه بقلب سليم كما قال الله سبحانه وتعالى على لسان سيدنا إبراهيم ولا تخزيني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم اصلح لنا دينا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا مجيب دعوة المبتهلين اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما يا كريم اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وأن تغفر لمن صلح من آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وزرياتنا ومشايخنا وأئمتنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعاء اللهم إننا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأحزاننا اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا حي يا خيوم يا ذا الجلال والإكرام